السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء إليكم تفاصيل أخبار الآن قرر الصحافي المغربي محمد التجيني وضع شكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء ضد مغني الرابطة الفاحسي الملقب بطوتو وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة بخصوص التجيني وقالت مصادر مطلعة أن التجيني اتهم في شكايته مغني الراب المغربي طوتو بالسب والقطف والتهديد إضافة إلى اتهامه بالإخلال بالحياء من خلال الظهور أمام الجمهور عاريا وبيده قنينة خمر والتمس التجيني في ذات الشكاية من الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السباب في الدار البيضاء الاستماع إلى المشكي به وذلك عقب ظهور طوتو مهددا تجيني بتصفيته والانتقام منه في مكان إقامته ببلجيكا وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد عبرت على استنكارها الشديد لتصريحات المغنطة الفحص المعروف بالقراند توتو وصفة إياها بالخطيرة